عندي خبر وانا حابة جدا كده وانا ببدأ بيه متأكدة انه هيعجب ستات وبنات كتير او حب ولكم يا جماعة ان فيكتوريا بيكهم من المطربة الشهيرة ومصممة الازياء وطبعا كلنا عارسين ان هي كانت مرات او مزالة مرات لعب الكورة الانجليزي ديزت اللي عقدتنا سنين يعني بسبب رشقتها الفضيعة ما شاء الله طبعا وانها تقريبا يا جماعة هي مش بتتخن خالص بعد بقى ما اكدنا انها بتتخنش وانا خلاص جسمها حلو واناها عارضة الازياء والكلام ده كله ندمت على الكلام ده وقالت في تصريحات مبارح ان النحافة او ان الرفع بقى موضة قديمة هي اللي قالت وقالت اه هي قالت كده انا مرات هي قالت ان الرفعين او يبقى موضة قديمة خلاص ده الناس كلها يعني طول الوقت عايزين يخصوا بس تخيالي بقى ان الاستاذة يعني فيكتوريا اللي عمرها اللي عمرها ما وزنها كان زايد عن 50 كيلو 50 كيلو واللي كانت بتتططت كده ما شو الله فراشة يا ناس على المسرح كمان هي يا طبعا هي ايكونة الموضة طلع بقى دلوقتي واكتشفت ان النحافة دي حاجة وحشة وموضة قديمة وبصي بقى هي قالت كده بالزبط يعني ده ده كلامها يا جماعة الرغبة في ان تكوني نحيفة اسلوب قديم للغاية المرأة العصرية يجب ان تبدو صحية وممتلئة اه والله العظيم يعني متشكرين جدا جدا بعد حضرتك بسر واحد مش عالك يقول ايه يعني انت ستاتها تتدائك ازاي وانت بتقولي الكلام ده برضو وانت لسه رفاعة اتخالي انت الاول يعني اتخالي انت الاول بقى كده انت صحينة بقى يعني انت اكتر واحدة ما شاء الله في العالم وانا مش ببالغ انت مجد اكتر واحدة في العالم محافظة على وزنها يعني انت عارفة ان الجزء كان لسه بيتكلم وقال في تصريحات صحفية في فبراير اللي فات قال ان امرأة وبقالها 25 سنة بتكون نفس الوجبة كل يوم سمك ما شوي مع خضار سوتي كل يوم اللي هو معقولة على البخار يعني حتى مثلا مش عاملة مقلي او حاجة اه لا طبعا يعني موضوع تعزيب جدا فيه الاكل الحلو ده رفا فيه خلينا برضو نقول حاجة مهمة جدا يا فرح ان الموضوع ده يخلينا النهاردة نشوف ان ما فيش حاجة مثالية يا جماعة اللي النهاردة شايف نفسه هو ايدل وانا جسم مثالي لا انت مش مثالي الجمال نسبي زي ما قلنا ميت مرة والموضوع ده مفهوش وحش وحل وخلينا متفكرين برضو ان فيه ناس للأسف عندها هوس الرفع وهوس الدايت بتوصل لمرحلة انه ممكن يعني شكل حياتها بيبقى كله زي ما مثلا فيكتوريا دي انا مش بضرب مثل بيها بس ان حد يعني يعزب نفسه اما يفضل يأكل نفس الوجبة لمدة 25 سنة فهو النهاردة اللي بيعمله في نفسه ده طبعا طبعا الواحد لازم يكون ما خلي بالي من اكله لازم يكون مركز على نقطة بس مهمة قوي وهو ان اكلك النهاردة يكون صحي انت لازم تشوف انت جسمك محتاج ايه وعايز ايه ومش شرط عشان احنا خلاص خلصنا طور النطج والنمو ويبقى نخرج بقى بره الموضوع ده لأ انت جسمك لسه محتاج كل العناصر الجزائية الموجودة وربنا خلق لنا كل المأكلات وكل المشروبات والفاكهة والخضار عشان نستمتع بيهم عشان نعزب نفسنا احنا الخضار السوتي من احنا اطفال بالنسباننا هو عذاب يعني لما كانت مثلا ايه مامي بتحط لأي واحدة فينا في طبقها الخضار السوتي ده بالعذاب وتجري ورانا وتحرمنا من النزول وتحرمنا من الايباد ومن الكمبيوتر عشان بس ناكل خضار السوتي فانتي خمسة وعشرين سنة بتاكل خضار السوتي وسمك مشوي وسمك مشوي عد بخار يعني لا طبعا انا يعني بصراحة مش مع مرض الهوس ابدا لان فيه ناس بعد كده على فكرة بتحصل ان المرض بتحول مرض طبعا وبيبقى عندهم نحافة جديدة جدا جدا ببتدوا بقى يتعالجوا من النحافة بالضبط بالضبط يعني كل حاجة لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها فالحلو ان احنا يبقى معتدلين في جسمنا يبقى شكله حالو احنا رفاعين جدا ولا احنا تخين جدا نبقى في الطبيعي اللي خليني انا راضي عن نفسي لو انا وانا رفاع راضي عن نفسي تمام لو انا وانا مليانة شوي راضي عن نفسي تمام المهم انت تبير راضي عن نفسك وتبقى صحية ده اللي يهمنا في الاخر رفع لي كافرة خليب اروح للخبر التاني وهو برضو دراسة يعني لها علاقة شوي بالخبر اللي لسه قيلين الدراسة دي بتقول ايه بتقول ان الكعب العيلي بيخلي الستات اكتر جاذبية وقنوسة الدراسة دي تعملت على عدد من الرجالة وسألوهم عن معاييرهم ايه للقنوسة يعني انت النهاردة شايف الست معاييرها ايه بالنسبة لك لما بتبقى قنسة او معايير الجمال اكتشفوا ان معظم الايجابات بتقول ان الستات بيكون شكلها جذاب اكتر بالكعب حتى هي لو مش صاحبك ملامح مثالية بس الكعب كده نقدر نقول ان هو بيحمل الجسم حتى كمان نفسه شيء مختلف بالضبط طبعا انا عايزة اقولك على حاجة مفاجئة انا فرحي ملبستش كعب علي خرص اه عايزة استمتع انا عايزة استمتع مع الناس عايزة استمتع بتفصيلة اليوم يعني اخترت ان انا لبس حاجة مريحة من وجهة نظر انا عايزة ارقص عايزة اتحرك عايزة ابقى خفيفة يعني ما كونش تعبانة ونبقى لفسها كعبه وبقى خلاص اعدم اريفة بفكر في تعب رجلي والحاجات دي كلها لأ يعني مش علشان يبقى شكلي احلى اديق نفسي المهم ان انا بقى حب نفسي لبستي لا والله العظيم ما لبستش حتى في التصوير لبست في كتب الكتاب بس في الفرح ما لبستش عشان يعني انه كانت بالكتاب ساعة او ساعتين لكن الفرح انا عايزة استمتع ان انا وقفة مع صحابي وبرقص وبتنطط انا رضي عن نفسي واسقة من نفسي بس كنت ساعتها في ده الفترة الاخيرة انا شايفة ان فيه بنات تير قوي بتعمل زيك النهاردة انا لازم اكون مبسوطة ومرتاحة مع نفسي انا مش مهم عندي بقى شكلي عامل ازاي ولا ظهري مرفوعة ازاي ولا كتافي انا المهم انا اكون مبسوطة وده بصراحة كل البنات والستتات المفروض يكونوا حسينوا مع نفسهم بس ببقى انا مع استتت اللي تلبس اللي رايحها بس طبعا طبعا يعني لازم برضو في الآخر تكون انت عاملة التوازن في كل حاجة في حياتك طيب خانيب اسألك يا فرح اكتول كعب اللي بستي في حياتك 12 سنتي 12 سنتي معين انت ما شاء الله طويلة بس ده كان اكتر حاجة اللي بستي طبعا عمرك لما لبستي كعب وحد مثلا نوجه للكلمة ضيقتك بقيت بعد كده لما توح تشتري اي هيلز يعني تقولي لا انا هشتري كعب صغير لا عمري بصراحة لانه انا يعني ما بخدش الانتقادات انها تقلل ثقتي بالنفس بس بعض يقولي ده رأيه مختلف ممكن بس انا البني ادم ده ما بيحبش الطول زيادة عن اللزوم فدي وجهة نظره هو الهالي انا مش هدايقه مش هصده هسمحها بس مش عامل بيها رب عليك والله يعني لا بجد انا على فكرة عاملة انا هجاوب لنفسي على السؤال اه يا لخلص انت يا عمري حد قالك انت يا كنت عزيز انا هسألك يعني تحرجيني وده بالنس سليني وانت يا هايدي اكتر كامل بستيكر قد ايه بصي فقه لا بجد يا كنت تتسئل على فكرة يعني هي عدت بتحرجني قدامكم لا بجد وانا لا هقولك انا ولا بيفرق معايا اي كلمة يعني ما شاء الله طويلة و لما بلبس مثلا عشرة بطلع فوق بجد يعني ما هو الامر برحته الامر فوق على تون معروف لا فبجد لا ولا بيفرق معايا الكلام الناس ولا بيفرق معايا ان انت ايه ده انت ويه قوي لا يا حبيبتي بلاش تلبسي كعب اهم حاجة انا مش مبسوطة مش انا مبسوطة مع نفسي ورادية عن نفسي وعن شكلي هو ده المهم هي ده الرسالتنا الاولى والاخيرة رادية عن نفسك فاي حال اذا انت صح انت ملكيش دعوة فرح شايفك ازاي هايدي شايفك ازاي انت مبسوطة ان شاء الله تبقي 200 سنت ايه 200 سنت حلوة والله العظيم انت متين سنت انت شايفة نفسك انت كده مرتاحة اذا انت شكلك حلوة انزل